السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدد اخواني اخواتي اليوم هدين تكلموا شنقريحا اللي كيعقب من بعد الفضيحة ديال كينيا كذلك هدين نشوفوا واحد الخبر اللي دار واحد ضجة كبيرة وهو فرنسا تمنع استيراد المواد الفلاحية من الصحراء المريبية بقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بكترة الاعجابات كذلك بالاشتراك والبرتاج و هذا بطبيعة الحال فضلا وليس امرا وبالنسبة المتتبعين فكنشكركم بزاف للدعم ديالكم للقناة كنشكركم بزاف للتعليق ديالكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية و دائما تحت الشعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله على بركة الله هنا اخواني اخواتي سنبدأوا برخيص ابراهيم رخيص اللي كيعتبر رأسه هو زعيم الميليشيات ديال بوليزاليو اللي هو زعيم الإرهام هنا اول حاجة سنبدأوا بها هي ان هاد السيد ما كيزقلش هاد السيد ما كيفلتش شي حفلة يعني يا اختانا يا اسبوع يا عرس يعني المهم خاص يكونت ما تصوير ويكونت ما الحضور ويكونت ما الكاميرات واللي كيبغي يبين أو يبرهن يعني الماقولة ديال انا ازور انا اشارك انا اسافر اذا انا موجود هي واحد المرحلة ديال اتبات الوجود ديال هاد الكيين ولكن وقعت ليه اكبر شمس العشية طلعا غير هود في الملعب وبده كي يسلم على الناس شاف دك الجمهور كان كيضنب لي هاد الجمهور او هاد الناس راجعوا لم ثبته وانه فعلا هو رئيس دولة المهم الاخوان ما قالش ما شاء الله ما قالش تبارك الله احتاجت عليه الواقعة المهم الاخوان وقعت له يعني واحد ضربة قوية واحد ضربة اللي ما كانش كي ينتظرها صورو الاخوان راه دي فضيحة هو متواجد في كينيا وتما غادي قوموا بسحب الاعتراف ديالهم في الوجود ديال بنبطوش يطردوه ويطردو التمتيلية راه اكبر فضيحة للجزائر ولي البوليزاريو اليوم كانشوفو باللي يعني كان مؤشرة تكبار وإشارات تكبار كتقول باللي حتى انجولا راه كتستعد طرد بنبطوش يعني كان واحد يعني واحد الفرق ما بين كينيا وانجولا هي ان كينيا طرداتو وسحبت الاعتراف ديال ديالها بالبوليزاريو في تواجد بنبطوش اما انجولا يعني احتاجة بحاله وعاد راه كتستعد انها طرد هاد الكيان الوهمي بنبطوش من خلال الاستقبال في انجولا حس ان نفس السيناريو غادي يرجع يديرو هلو يعني نفس السيناريو ديال كينيا غادي تعود له في انجولا اهنا بالاخوالي لا تشوفوا غير الصورة فين غالس رئيس الحكومة المغربي السيد عزيزا خنوش غالس في الصف الامامي فاش كاي يقلسوا القيامة المولوكر الوزارة وزعماء ديال الدول الصف الثاني اللي كاي الممتيل ديال الجزائر اما الصف الثالث فيعني الصف الاخير كان فيها ابر نبطوش وهذا دليل على ان واحد جاي بلا عراضة كاي يقلس بلا فراش يعني الاخوان هاد المدرج اللي قلسوا فيها يعني هاد ديبلوماسيا كايبينو كل واحده المكانة دياله هنا السيد عزيزا خنوش قلس في الصف الامامي او حطوه في الصف الامامي نظران انه كاييمثل المملكة المغربية كاييمثل الرايا المغربية في الصف الثاني يعني راكين رئيس المجلس الشعبي ديال الجزائر وكيما قلت لكم باللي بنبطوش راح في الاخير يعني اللي كايجي صراحة بالعراضة هادا شهد شي لي كايبقع له وهدا مؤشر يعني كايبين باللي انجولا كذلك غدي تمشي نفس سيناريو او غدير نفس سيناريو ديال كينيا وهناي الاخوان اللي كايكد ان هاد نظام خايف تكرار نفس سيناريو نحضو مع هاي الخريطة او الصورة اللي امامكم اللي كان راجع بنبطوش من انجولا من العاصمة ديال رواندا شوفوا المصار ديال الطائرة الاخوان الرئاسية هبطت في مطار تيندوف ومن ثم عودت مشات المطار بوفاريك يعني الاخوان علاش بالضبط هبطت في تيندوف وما مشاتش ديريكت وما مشاتش يعني المطار ديال بوفاريك هذا كي تضل بليك جاه واحد الانضار من شنقر يحامل الاسكر قالوا له اجي دابا باغين يجبدوا له الودنين شنو درتي بالضبط حتى توقع علينا هاد الفضيحة شنو درتي يعني شي حاجة درتيها حتى كونش تقلب علينا يعني هما باغين انسقوا في هاد الزعيم ديال الوهم الاخطاء ديالهم هذا هو النظام اللي كيوصل واحد الدرجة ديال احباط كيقلب على برنبطوش باش يلسق فيه كل شي ولي ارتكب اخطاء وذك شي باش نقلب عليهم هاد الدول اللي كانوا كيعتبروها دول حاليفة وكنوا كيستعملوا معها بطبيعة الحال ديبلوماسيات لهيبات وشيكات و النظام العسكري الجزائري مازال ما فاقش من ضربة ديال كينيا ووصلت له اخبار ان انجولا كتستعد لسحب الاعتراف ديالها بجمهوريات الوهم وهادي بطبيعة الحال ضربة قوية ضربة ما عندهاش الماثيل يجوش ضربة فانين واحد اراه ما عندهاش شنو غدي يكون وقال هاد النظام ولكن كان بقوه نقوله لا يصح الا الصحيح ومليال اخوان هاد النظام صافي كضربات متتالية وكضيق به الدنيا كخصومش انتصار واميع القعلي الشمعه ديالهم هانا قدي خرجوا واحد الخبار قاللك شنو كيقول الخبار هام جدا فرنسا توجه ضربة للمخزن وتمنع استيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية نجي الاخوان شوفوا المقال شنو فيه قال الكاسيدي تم رفع دعوة قضائية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية يعني دبا ما بقتش فرنسا اللي كتوجه ضربة اليوم رجعت دعوة قضائية نكملوا الاخوان هالضربة يعني المخزن والضربة قوية قالك الخبار كيقول انه رفع اتحاد الفلاحين الفرنسيين دعوة قضائية لمنع استيراد المواد الفلاحية المنهوبة من الصحراء الغربية هنا ما بقاتش كي ما قلت لكم فرنسا عارجع اتحاد الفلاحين الفرنسيين يعني ما هو رئيس فرنساه ما هو نائب ما هو يعني شي مشمسؤول وان ما هو اتوح الجسام دعوة دعوة اتحاد الفلاحين الفرنسيين هذه اتحاد الفالحين الفرنسيين يعني اي مجموعة ممكن تفعل науч discussed وهذو مجموعة يعني دي الأشخاص فيهم فعلا فرنسيين الجنسية ولكن كين جزائريين عندهم جنسيات فرنسية يعني هذو اللي مع النظام كي يحرضوا يعني هذو كل فلاحين هنا من ليش فينا الأمر الإخوان مزيان وقلنا الماقل مزيان المضحك في هذا الأمر الإخوان أنهم تقدموا بهذا الطلب سنة 2020 وسنة 2021 داروا هذا الطلب يعني قالك سيدي رقابة على هذه المنتوجات وهذه عريضة من الاتحاد الفلاحين وهما كما قلت لكم هما مجموعة دي الأشخاص هذو طلبة الإخوان هذو طلبة أصلا كانت ترفض من وزير الصراعة والتغذية الفرنسي كانت ترفض من وزير الاقتصاد ووزير المالية يعني ههما رفضوا هذ شي يعني الوزارة المعنية رفضت هذ شي هنا جي الإخوان نشوفوا الضربة القوية قالك للمملكة المغربية أجي نشوفوا بعدها أصلا هذو الطلبة يا لاش شنو طلبوا هذ يعني هذو الاتحاد الفلاحين شنو طلبوا يعني في هاد الطلب ديالهم لمنع استيراد المنتوجات الفلاحية شكون هذ هذه المنتوجات قالوا كي طلبو مانع استيراد فقط منتوجين يعني ما بقاتش المنتوجات يعني منتوجين شنو فيهم لاتهو ما تشغير شنو هي هذ ديك ماطيشة صغيرة و قالك لوميلون يعني البت things هاد الشي اللي كان يعني هوما قالك تطلبو جوج الiferation للمنتوجات يتمنع الاستيراد ديالهم من صحراه المغربية هذو الإخوانيني لو فعلا كي قولوا بليه هذو التروطرها من هوبا يعني لاش غادي تلبوه غير جوج ديال المنتوجات يعني اعطاه الله شنو عنده في الصحراء المغربية الخيرات اللي عنده في الصحراء المغربية مهم اخواني اخواتي هاد الناس مليك يلقوا الانهزامات والضربات كتكون متتالية كيقلبوش شي خابر بلش يركبو عليه يعني الموجة ديالهم تحية لكم كبيرة تحية الدبلوماسية المغربية وتبقى الصحراء المغربية حب من احب وكره من كاره تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته